بالنسبة للسنة على السيارات المغريب هو أول قطاع مصدر ديال بلادنا بحيث أن صادرات العملية فات فاقت مئة وربعين مليار درهم مئة وربعين مليار درهم ديال قطاع هذي خمستاش العام مكان كيستر تدرهم يعني قطاع لصدر العملية فات جوز مرات ما صدره المكتب الشريفي للفصفات وهذا مهم ومهم جدا اليوم طاقة الانتاجية ديال بلادنا وصلت لسبعمائة آلف سيارة قدرة الانتاجية ديال بلاد وكين استثمارات ليهما في طول الإنجاز الآن باش نوصلوا العام الجاي إلى مليون سيارة سنوين وكين مشاورات باش نوصلوا في ثلاث سنوات المقبلة أو وربعات سنوات المقبلة إلى مليون وربعمائة آلف سيارة في الطاقة الانتاجية ديال بلادنا هذا من حيث الحجم من حيث النواء كين أيضا قطاع جديد ديال السيارة الكهربائية ليهو قطاع ليختار سوق ليختاروا السوق أكبر سوق ديرنا اللي هو الاتحاد الأوروبي اللي غيمنع سيارة الحرارية سنة الفين وخمسة وثلاثين وكين تحول ليبدأ منذ الآن والمغرب غيوني بين أربع أو خمس دول ديال العالم اللي غا تكون عندها سلسلة الإنتاج كاملة ديال البطاريات منذ المادة الكيموية إلى البطارية الكاملة إلى السيارة هذا القطاع هو قطاع واعد عنده اليوم حضور قوي كي يشغل اكتر 160 ألف كفاءة هو أول قطاع مسطير وعنده القدرة بالنسبة للسنوات المقبلة باش يضاعف صديرات ديالو ثلاث مرات ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس